أنا من الناس اللي مؤمنها بأنه العملية التعليمية عملية متصلة غير منفصلة فلا يفصل ما بين التعليم ما قابل الجماعي والتعليم الجماعي وحتى البحث العلمي فيه ما بعض مفترض أنه الجامعات تنقي الطالب اللي عنده شغف أولا بهذا الفرع من الدراسة اتنين أنه الجامعات يبقى فيه عندها اختباراتها أو آليتها مش هسميها بس مجرد اختبارات للاختيار علشان أنق الطالب ده يعني يمكن حتى أنا تكلمت في ده كنت من يومين على مسألة هو الناس بره احنا طول الوقت مشغولين مهمومين باختراع عجل كتير واحنا مش محتاجين العجل الكتير ده هو بره بيعمل ايه؟ بيجو إليك والله تعالى ستخشطب لازم تكون واخد أولا لازم يكون مجموعة درجاتك لا يقل عن كذا ده واحد بنسبة مقاوية اتنين لازم تكون واخد كيميا وأحياء ورياضيات عشان تخش كولية الطب تلاتة لازم تكون درجاتك في الكيميا والأحياء لا تقل عن كذا أما الرياضيات فلا تقل عن كذا أربعة لازم تقدم لي خطاب كده لطيف ظريف تفاهمني اللي هو الموتيبشة اللي تتفاهمني انت عاوز ليه تلتحق بالجامعة بتاعتي ولا تلتحق بالكلية بتاعتي هنا بتلمس إدارة الكلية والجامعة مدى شغف هذا الطالب عن طريق هذا الخطاب وتبدأ تشوف قدرات الطالب عن طريق مواد التخصص ناس هو حكيلي بالزبط كده قال لي ناس أصدقائي ومعرفة جابوا لي بنتهم في المكتب عشان عايزيني أقنعها تخش كولية الطب الولي الأمر عاوز بنته تخش طب ورايح بيها لأستاذ دكتور طبيب وطبعا هو رئيس الجامعة اللي بتكلم عليه قال فأنا بتكلم مع البنت اللي لقيت فيها عندها شغف شديد جدا بالفنون الجميلة مهتمة أرية عارفة فأنا روحت واخد الموضوع بالعكس إن أنا بدأت أقنع أهلها السبوها تخش جامل جدا صحيح دي النقطة اللي أنا بتكلم فيها دكتور تامر إحنا طول الوقت بنتعامل مع إنه التنسيق هو الفيصل الحقيقي للفصل ما بين الطلاب ولو جابوا درجات عالية يبقى العيال دي كويسة جدا وتصلح لكليات الطب والهندسة والإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية ده واحد اتنين طمهوا الدبلومة الأمريكية اختيار من متعدد والبكالوريا الفرنسية فيها اختيارات من متعدد إيه لأخره طيب وده بره هم بيفلحوا في كلياتهم ليه ترجمة نانسي قنقر